السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم؟ لبس عليكم تمنى تكونوا على خير فاليوم جد لكم موضوع مختلف عالعادة ان شاء الله تستفدوا منه فهو موضوع ديال الرينطة مينيما وآخر ما قرر فيها فتم تحديد مدخول شهري تابت هاد المدخول ما بين 462 أورو و1015 أورو شهريا غادي تكلف الدولة بزيادة الفارق الشهري والمدخول المحدد هاد المدخول خاص بالعائلة وماشي بالفرد يعني فاميليا وغار المهم هنا حطيت لكم صور باش تشوفوا حتى انتوا ما بنفوسكم كيفما قلت لكم الدولة حصت الى حد الان حوالي مليون شخص ديال الناس اللي محتاجين مساعدة وحددوا اقل مدخول ممكن لكل عائلة فالعائلة اللي فيها شخص واحد 462 أورو العائلة اللي كتكون من شخص بالغ والطفل 700 ديال الأورو العائلة اللي كتكون من ثلاث أشخاص يعني شخص بالغ زائد جوج ديال الأطفال 838 أورو والعائلة اللي كتكون من شخص بالغ زائد ثلاثة ديال الأطفال فما أكتر 977 أورو هاد الناس اللي كيكونوا احد الوالدين ما كينش يعني طلاق وفاة أو غيرها فالمهم حصات الدولة والقاس أن حوالي 10% من هاد العائلات المستفيدة تتكون من أب أو أم وأطفال هدي من جهة أما بالنسبة للعائلات اللي كتكون من جوج ديال الأفراد بالغين فغيصبح أقل دخل عندها هو 600 ديال الأورو إلا كانوا زوجين زائد طفل غيكون دخل ديالهم 738 أورو إلا كانوا زوجين زائد جوج ديال الأطفال 877 أورو إلا كانوا زوجين زائد ثلاثة ديال الأطفال فما أكتر 1015 أورو والعائلات اللي كتتكون من ثلاثة أشخاص بالغين غيكون عندهم نفس الدخل ديال العائلة اللي فيها زوجين والطيفل يعني 738 أورو بالنسبة للناس اللي عندهم دخل قل من هاد المبلغ فالرينتا مينيما غتكمل لهم الفرق هاد المعلومات غياخدوها من 2019 مثلا إلا كان الدخل ديال العائلة من زوجين زائد جوج ديال الأطفال 600 ديال الأورو غاديكملوا لهم الفرق وغايزيدوهم 277 أورو باش يكملوا لهم 877 أورو وهكا أما بالنسبة للناس اللي فيتا هاد المبالغ فما لها والو يعني ما عندها حتاشي استفادة في هاد الأمر واللي زوينا في هاد القضية أن لينيما غتو اللي تقلب للناس على خدمة واللي عندهم دخل قل فغايقلبوا لهم على خدمة اللي غتقدر توصلهم لهاد المبلغ أو أكتر فداروا هكا باش يخلقوا فرص ديال الشغل والناس تلقى مصروفها وما يبقاوش يقلبوا على أيودات والأيودات ديال الكرة ديال الماء ديال الضوء الماكلة أو غيرها والمواطن أو المقيم يعيش بكرامة وباش كذلك يحرقوا حتى العجلة ديال الاقتصاد فهاد القرار هذا من المتوقع تنفيذ دياله ابتداء من شهر ستة المقبل إن شاء الله فغادي يحلوا المكاتب ديالهم إن شاء الله من المرجح أنهم غادي يحلوا نهار 25 في شهر ماي في هذا الشهر هذا إن شاء الله غادي يحلوا البلديات والمكاتب ومنها لنيم فصيروا وجدوا الأوراق ديالكم كيفما دائما شاهدت سكنة جماعية كوبي ديال الكرنيات أو الدينة ترخطة ضيماندة لابيدة لابورال نومينات إلا كانوا عندكم أو أي حاجة كتبت شي خلصة عندكم اللي كتكون هكاك نقصة فهذه في حالة ما إلا طلبوهم منكم فيكونوا عندكم موجودين هما غادي ياخدوا أو اللي غادي يعملوا للدخل السنوي ديال 2019 ولكن هاد الوثائق هذي غير على سبيل الاحتياط في حالة ما تقرر على شفئة أنها تدفع لهم طلابات فإن شاء الله تكونوا استفتوا ويفيدكم هذا الموضوع هذا نتمنى أنني نكون فدتكم ولو بالشيء القليل فإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق والتيسير وكل واحد يعيش عيشة محترمة وعيشة كريمة فنخليكم على خير ونتلاقوا في فيديو جديد إن شاء الله ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر